اهلا بيكم مرة تانية في سيفن دوغترز في الحقيقة بنسمع كتير قوية عن مشاكل في العمود الفقري وبيبقى ليه حلول ولكن بيبقى فيه كمان مشكلة مش بس بتبقى مؤلمة يعني احنا عارفين الانزلاق مؤلم بيسبب ألم بيسبب تعب ولكن لما بيبقى فيه مشكلة متعبة كمان نفسيا سواء للبنوتة سواء للرجل حد كبير حد صغير اي ان كان اي حاجة غريبة في شكلنا بتبقى مؤلمة نفسيا فاحنا النهاردة عايزين نتكلم عن انحناء الجانبي للعمود الفقري يعني مرة واحدة انا بكون بنوتة رايحة للجامعة بتاعتي بلاقي كده بشوف انا كده الام تلاحظ الصحابي لحظه ساعات بيبقى فيه تنمر طبعا مرة واحدة كده من غير اسباب طب هل الانحناء ده بيبقى ليه اسباب طب هل ده عامل وراسي طب هل في عادات بنعملها هي السبب في الانحناء الجانبي للعمود الفقري ده اللي هنعرفه بقى من ضف فقرتنا الفقرة اللي فاتت عملت مردود حلو جدا 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 لان اسمه علامة كبيرة ويعني مش هقول اسمه بس هو حتى وشه معروف باسمه يعني عالميا كمان معروف خليني أرحب بوجوده القيمة والقامة العلمية الكبيرة الموجود معنا أستاذ دكتور محمد إبراهيم رشيد أستاذ جراحة العمود الفقري بكلته طب جامعة عين شمس دكتورة جراحة العمود الفقري جامعة فيينا النمسا رئيس أكاديميات ومراكز يترس لأبحاث وعلاج وجراحات العمود الفقري أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا بك وكل فقرة يعني بيبقى بيجيلي كمية أسئلة لحضرتك واتصالات يعني أشكرك على المقدمة الناس كلها مرحبات حضرتك بسرعة يعني اللي فيها مجاملة كثيرة لا ما فيش أي مجاملة ده واحد في المية من الحق اللي لازم الواحد يوفير حضرتك من زوق حضرتك خلينا نعرف الناس يعني إيه أصلا انحناء جانبي للعمود الفقري تمام ممكن أمسك النموذك برضو عشان العمود الفقري للإنسان عبارة عن مبنى بنشبه وبمبنى مبني من 33 دور من الفقرات القطنية لآخر الفقرات العجوزية فيه سبعة عنقية واثناشر ظهرية وخمسة قطنية ثم آخر ثمان فقرات ملتأمين اللي هم بتطع العجوز طيب الوضع الطبيعي العمود فقي من الوضع الأمامي زي ما أنا ماسكو كده مستقيم طيب فيه نوعين من الانحناء نوع اسمه لست يعني ميل جانبي وده لأسباب كثير قوي من أشهرها فرق الطول بين السقين وده موجود في 12% من البشر رجل أطول متاني أوكي من مليمترات معدودة إلى 14 ملي ثم نضطر بقى نتدخل أو الانحناء الجانبي اللي هو الجنف أو الاسكوليوزيس ومعروف طبعا اللي هو معناه في ميل جانبي مع دوران الفقرات أوكي طبعا سؤال مهم جدا هو إيه السبب؟ هو بيحصل يعني كده فاجأة ولا إيه؟ الأسباب تتعدد ما بين هنقولهم بالإنجليزي ثم بالعرب أوكي كونجينيتل يعني خلقي خلقي بمعنى أن بعض الفقرات شكلها مش شكل طبيعي يما فقرات ملتأمة يما فقرات نقصة معين أهو على الشاشة بردو معين أهو على الشاشة بردو معين أهو على الشاشة بيورينا نوع اللي هو الخلقي حل ثم تروماتيك يعني إصابة واحد جات له إصابة فالفقرة انضغطت فمال العمود فقري وابتدى يلف بسبب العضلات بتعوض هذا الميل حل أو اللي هو من نحب التابت وده ممكن التابت أو أورام الورام يشد العضلات بتعلمه فقري لجهة فيبتدي ميل إلى التجاه معين حل طبعا ده بسبب قلم كذلك زي ما حاك قلت بسبب عضلات مشدودة في ناحية والناحية التانية لأ ثم أشهرهم اللي حاك قلت اللي هو فجأة ييجي يعني إيه فجأة ييجي هو اسمه كده إيديوباثيك يعني غير معلوم السبب يعني إيه غير معلوم السبب يعني إحنا مش عارفين سبب طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلم السبب إنما لحد النهاردة لم يكتشف السبب بدأ بعض برضو دي معلومة أحب أقولها لستاذ المشاهدين في اليابان يختبروا الحقن الميلاتونين اللي هو الحقن بتاع الصبغة الجلدية في الفقران لأن الفار بيبقى فيه الحبل الشوكي عبارة عن عصب واحد معينا ممكن آه فوجدوا هنا برضو يبين المنظر عمود فقي الميل أو الوضع الجانبي فوق الفقرات النوقية ميلة الورى شكل حرف الس ثم الفقرات الضهرية بالعكس ثم الفقرات القطنية تاني يعني بالآخر عمود فقي شكل حرف الاس أوكي طيب الوضع الجانبي ده العادي ده صح وده في السكوليوزيس قد لا يفرق كثيرا إلا أنه بفيه أحيانا تحدب في الفقرات الضهرية نتيجة برضو الميل والتحدب ده سببه أن الفقرات الضهرية ملتسقة بالدلوع وبالتالي اللف ده أو الدوران زي ما احنا شايفين كده بيؤدي إلى ده الإنحناء الجانيبي ده الإنحناء الجانيبي مضبوط وأشهرهم طبعا في الفقرات الضهرية ثم تأتي القطنية وآخرهم العنقية وده أصعبهم وأختارهم أوكي لأنه ده بيبدأ في سن غالبا كونجانغل خلقي وبالتالي فرصة أنه يزيد مع الوقت كبيرة جدا وتصليحه في اقتورة لأنه جنب الحبل الشوكي يعني من أسوأة النوع أما الإيديوباثيك اللي هو زي ما حالك قلت اللي فجأة ده ده غير معلوم السبب لما حقنوا في اليمن هذه المادة اللي صبغية بتاعت الجلد ولما بنسحب المادة دي بيتعيج العمود فقري إذن فيه سبب سيكتشف خلال خمس عشر سنين الله أعلم هيبقى علاج الأسكليوز اللي احنا بنعالجه حالهين جراحيا مالوش إلا حل جراحي ده حالات معينة هيكون حله طبي بحقن إنما إمتى محدش يعرف إنما ده التطور الطبيعي العلم إنه سيكون متجن نحو التدخلات المحدودة زي ما قلنا في الحلقة السابقة طيب إمتى بنتطر نقول المريض لازم عمليه طبعا طبعا أنا عايزي زود حاجة الأو هل في عشان مرس مثلا ممكن تؤم أم مرة واحدة تشوف بنتها جاي من جامعة الناس بقى فيه تنمر حضرتك عارب هل في مثلا عادات يعني مثلا شيل شنطة اللاب توب فترة كده يعني على مدار كم سنة جامعة فممكن يكون ده مثلا سبب على الإطلاق أحب أقول للأباء أو الأمهات لا تلوموا ابنكم أو بنتكم لحدوث هذا الأمر لأنه لا يساب يدهم ده بيحصل من عند ربنا صحيح و تعالى العضلة بتتشد في ناحية وفي الناحية التانية بتتقي فيحصل الدورة شيل الشنطة طبعا ما ننصحش تتشل على ناحية وعدة بس مش عشان هتسبب سكوليوز أو جنف ولكن بتسبب ألم ولكن لو تعرفي حالك من ضمن العلاجات للدرجات البسيطة منفقي هو حمل الشنطة على الكتفين من ور أو جهاز الغطس حين بيستخدم في العلاج الطبيعي إذن ده مش سبب على الإطلاق يعني المفاهيم الخطئة هو الدكتور صححة ملاش أي صلة بالجلسات وواحد يعود كده ما لو قعد طول عمره كده مش هيتعلم مالهاش ده واحد نيجي للسن لأن حكي قلت برضو في الجامعة السن اللي بيحصل فيه بداية هذا العوجاج الغير معلوم السبب هو سن قبل اكتمال البلوغ يعني سن العشرة حداشر اتناشر سنة طيب امتى بنعالجه بالطرق السلمية لما يكون الزاوية بسيطة يعني ايه الزاوية فيه زاوية حنوري في الجيد الجاي انحناء بسيط يعني بنقيسه طبعا بالملي بتقاس الزاوية دي بتاعت الانحناء اسمها زاوية كوب هو الرجل المبتكر اللي اكتشفها هنا دي كانت بتوري عملية من عملية تثبيت الفقرات وتعدلة هنوريها برضو في الآن فالزاوية دي اسمها زاوية كوب باسم الرجل اللي اكتشفها انا بيجي لي المريض فانا بشخصه الحالة بتاعته اي درجة من الانحناء بالزبط احنا بنشوف لو فنفترض على سبيل المثال مريض او مريضة العمر عشرة الى 12 سنة قبل اكتمال البلوغ بيحصل ايه لو الزاوية دي اقل من 30 درجة بنعالجه بحزام ساند للفقرات حزام مخصوص بحيث ان هو مش هيرجع الزاوية ولكن يمنع انها تزيد طب لو قزب من 33 درجة حتى لو عنده 10 او 9 سنة لازم عملية ولازم عملية مش عشان احنا غويين نعمل عملية بالعكس احنا للطرق اللي نقدر نعملها بتجنب جراحة بنفضلها ولكن لسببين الانحناء الجانبي في العمود الفقري معناه انه بيميل الى جهة من الجهتين يئمة جهة اليسار يئمة جهة اليمين لو جهة اليسار يبقى راحية القلب يبقى بيؤسر على القلب وتلاقي المريب من ضمن بيضغط على القلب طبعا وتلاقي المريب من ضمن الاعراض القلب بيور رئة يقولك انا بنهج لما اطلع 3 دوار او دورين ده مش طبيع او لما بلعب في حصة الالعاب الشيء التاني المهم جدا ان توزيع وزن الجسم على العمود الفقري المتساوي العمود الفقري الطبيعي طبعا ربنا يعني هو خلقنا سبحانه وتعالى بالزبط بالزبط كده فمعنى ان هو بهذا المنظر المستقيم تماما زي الالم الرصاص كده يبقى وزن الجسم على الغضريف بين الفقرات متساوي طب لما يكون عمود فقري ماء اللي جهة مع دوران يبقى وزن الجسم مش متساوي على الغضريف يحصل ما يسمى لانزلاق الوضوف اللي تكلمنا عليه في الحلقة الجانية يبقى معنى الكلام ده ايه انه بدل ما هنعلك حاجة واحدة وهي الانحناء الجانيبي لا ده احنا بنعلك حاجتين هندخل في مشاكل كبيرة منها الانزلاق الوضوفي والضغط على العصاب وخلافهم طب من كلام حضرتك ننصح الناس ان مع اي يعني لفتة بسيطة نجري على الدكتور فهنشوف في كل يعني في كل تشخيص او في كل درجة الحل بالزبط كده ولهذا ده دور مين بقى المدرسة يعني طبيب المدرسة او طبيب اللي هو بيشوف الاطفال لازم بيبان الكتفين يكونوا متساويين الحوض يكون متساوي الساق متساوية الام وهي بتحمي اطفالها في السن سواء لازم تلاحظ لو في حالات سابقة في الاسرة لانه صحيح ما لوس الجين او سبغية بتقول ان الجين ده بيعمل سكوليوز ولكن بنسميه مرض فاميليل يعني عائلي تلاقي العيلة اربع بنات كلهم عندهم سكوليوز مجرد ما نلاقي واحدة هاتوا بقى عشان نلحق في الدرجة الاولى ما هو هتفرق طبعا ومرضى بيجونا لحد النهاردة عاملهم عاملية من 25 سنة بأولادهم ليه لانه متوقعين قد يكون وبيملاحظين جدا هذه القصة قد يحدث او لا يعني ممكن يبقى الابن فيه او لا بس النسبة الاحتمال اللي أنا أتابع دي حاجة مهمة جدا يبقى البيت المدرسة البيت الشخص نفسه نوجهه يعني ايه بيلاحظوها بعض البنات بيجونا طبعا في البنات أكتر من الأسد برضو يعني بنات مظلومة لطول مش عارفة فيه هاشاشة بادري لكده أتاكب منه لا معادة الإصابات طبعا الرجال أكتر إنما اللي بيحصل الكلام ده في البنات وما نعرفش ايه السبب ضعف عدد الأولاد يعني اتنين إلى واحد يعني كل اتنين بنات بيحصل قدامهم واحد رجل ولذا عدد حالات اللي بنا عاملها في البنات عاملين فوق استلاف حالة من سنة الثمانين لحد النهاردة تلتين هم بنات البنت بتلاحظ بحاجة بسيطة جدا الجب في ناحية أعلى من تانية بتقول الله ده الحوض عندي مش متزم أو الكتف ده أعلى من تاني دي ملاحظات بسيطة جدا ومن الأسكياء هم بيبقوا يعني ما شاء الله أسكياء أنه لعزتها فبتيجي في الوقت المناسب ونلحقها لو الزاوية بسيطة يبقى منلحقها بالطرق السلمية زي الحزام والتمرينات زي العقلة والسباح اتفضل ده الموضوع حلوة يعني أنا لو لحقت نفسي في الأول ولا تدخل بسيط ولا جراحة ولا أي حاجة بتمرينات وحزام والموضوع يرجع لو ربنا عايز بمعنة كل حاجة بإذن ربنا بس لو لحنا نفسنا يعني أنا بشكرك يا دكتور على الأمانة نعم هو ده حقيقي بس لازم بنفهم المريض برضو المتابعة كل ستة شهور طبعا لسبب أنه ممكن لجاه عندنا بزاوية 12 درجة ده بعد ستة شهور نلاقيها بقت 20 طبعا لا يبقى ده حيرسي على عملية بس بنعمل علينا بس الضبط كده يبقى من أهملش الموضوع والحقيقة في حالات بنبقى متأسف يعني حزينين لما بنشوفها لما بيجي لي أسرة معهم طفل أو مش طفل بقى يعني شاب أو شابة في عمر 25 سنة بعد اكتمال البلوغ بقى خالص والزاوية 70 بتوصل الزاوية 70 وتسعين أنت النهاردة دي بنسميها نجلاكتة كيف ليه ساكت ليه ساكتين الأسباب كثيرة طبعا يعني مش عايز أقول الأسباب الاقتصادية يعني سبب ولكن الجماعات موجودة بنعمل فيها العمليات دي مجانا وكل حاجة بس طوابير بيبقى موجودة عشان العملية إنما ما أهملش الطفل اللي تسعين أقول لي لا هيتحسن لا دكتور ما فيش حاجة يحسن لازم أسأل وأستمع ومهمة جدا دايما نقول للمريد أنت تعرف منين الدكتور اللي أروح له يعني أروح لمن بتاع علاج طبيعي ولا دكتور طبعا مع كل احترام ما ناس ممتازة بس ما بيع لا العلاج الطبيعي ده بعد الدكتور يعني بعد قد يكون بعد تصليح طبعا ولو زاوية بسيطة بنحتاج برضو دكتور برضو هو اللي هيقول روحوا للعلاج الطبيعي طبعا طب دكتور إيه بقى مع احترامي برضو لكل التخصصات في جراحة مخ وعصاب دول بيشغلوا brain الدماغ مع الحبل الشوكي جراحة العمود الفقري يشغلوا عظام مع العمود الفقري سنة التسعين في النمسا نشأ تخصص جديد خالص اسمه عمود فقري بس يعني مش داعب العظام التاني خالص والدكتور بتاع جراحة مخ وعصاب ملوش داعب يعني الموضوع دقيق والخص العمود الفقري فهو التخصص العمود الفقري بالزبط كده والحقيقة ده مفهوم يعني سببه أو أنه ميزاته يعني لو أنا بشتغل وده سؤلت هذا السؤال في النمسا لما رأت انت بتشغل ايه قلتولهم عظام فالدكتور بيقول لي يعني ايه عظام قلتوله قال لي طب والعمود الفقري بتشغل ايه فيه قلتوله كله قال لي كله يعني قلتوله يعني الرأبة والظاهر والفقرات قال لي طب سيبك من طب الفقرات العنقية بتشغل فيها ايه أنا راح عشان الفقرات العنقية قلتوله كلها أمراض كونجنتل خلقية إصابات قلتوله ممكن أسألك أنا انت ليه بتسألني هذا الكلام قال لي لأن الدكتور اللي انت دخله ده كان نوبل برايز وينر حائز على جائز نوبل اللي هو راح اتعلم على ايده الفقرات العنقية قال لي بيشتغل بقاله سبع سنين فقرة الاولى والتانية بس بس تخصص بس بس احنا بنشكر ربنا ان الفترة دي في مصر أو الدول العربية ابتدت تهتم بالتخصص يعني الموضوع بقى فيه تخصص بالزبط كده بالاضافة الحاجة لحظتها وقلتها لهم الحقيقة بقى مال اللي انتو فيه ده مش كويس قوي ليه بقى انه بيبقى مش عارف حاجة تانية هو عارف دي بس فاحنا اللي بنعمله الحقيقة يعني بدون اي مجاملة لأي حاجة نظامنا التعليمي من الممكن جدا ان يكوننا الاحسن في العالم ليه انه الاول منتخصص في الكل ثم نتخصص تخصص دقيق ثم السوبر دقيق بس ابقى عارف كله عشان لو دخلت غرفة عم او اي حاجة لازم ابقى الموضوع يكلم ملم بالموضوع حتى في التشخيص وبالزبط هو تحديد طريقة العالم فالحقيقة لا هو النظام ده دي بست ولا ده دي بست ان انا اكون متعلم كله ثم اتخصص ثم بقى اختار التخصص دقيق صح بيبقى بقى الواحد ايه بقى السن فوق ال 65 مثلا بدأ يشلال التخصص دقيق يعني استاذي ده كان 72 سنة نرجع للقصة الاعراض لو نتكلم بقى عن الاعراض عشان معنا فيديوهات حنشوف القصص اللي هي بصراحة انا شايفاها انها بسيطة ولكنها تبقى كبيرة لو انا تجهلتها مزبوط اول الاعراض الانم لانه معنى ان العمود فقفة غير سليم وخاصة لو زيادة عن الزاوية ل33 درجة أو 30 هو يعني فيه جمعية مخصوصة علامية سكوليوز ريسيرش سايت اسمها هي اس ار اس حددت هذه الزاوية بناء على حاجتين الاضرار اللي ممكن ان تحدث عنها وطريقة الاعلاق فاتحدد انه ما بين 30 ل 35 لابد تدقل الجراحة حال ومزاد طبعا وعادة بيبقى معاها تحدد كذلك في العمود فقري وده له جراحة كذلك بيجي المريد طب ما فيش طريقة يعني بعد ما بنشرح لكل القصة دي طريقة زي يا جماعة يعني هل حد ديك مثلا اسبري اي دي صورة من انحناء جانبي من العمود فقري انحناء جانبي قازم من 33 درج حلو ايه جراحي مالوش حل اقر حتى لو المريد مش عايز يعني مش اكتيار هنا هو واضح اصلا يعني بالزبط كذلك يعني انا همش دكتور لا الانحناء قوي بالزبط كذلك فلا يعني في حاجات كده اصلا واضحة وبنقصه بالزاوية وبنقصه بالزاوية وبنقصه بالزاوية يعني كمان بس برضو العمليات دي يعني مش زي زمان بقى الموضوع كبير يعني شو بيحرك هو دي من اكبر عمليات الجسم ولكن اللي خلاها ابسط ايه الخبرة يعني بمعنى لما نعرف انه من سنة ثمانين او في اواخر بالسبعينات يعني هذه العمليات كان بتعمل بطرق ابسط من دلوقتي يعني بدائية قاسف مش ابسط يعني اسه بعمود واحد اسمه هارينغتون رود هو ده اللي كان موجود مع اسلاك معدنية ما كانش بيؤدي الى احسن نتائج كان في مشاكل تطورت الامور بشدة بالنموذج ده اللي معايا اللي هو بنثبت ايه المسامير المعدنية دي اللي مادة تايتانيوم جوه عنق الفقرة حاجة دقيقة جدا وطبعا الخبرة او تحتاج الى نرفع دينا شوية اهو دكتور ايوة اللي هي ده العمود المعدني اوكي ما عرفش باين في الصورة ايوة هو واضحة واضحة العمود المعدنية ده منثبت منثبت العمودة المعدنية دي يعني انا برجع العمود الفقري مكانه وبثبته عشان يبقى يرجع لطبيعته ازاي بقى ودي نقطة مهمة ان الاول بنحط المسامير بطريقة معينة محددة مدروسة انه المكان الفلاني هحط فيه المصمر الفلاني حال ثم بيتم حاجة اسمها دي روتيشن يعني لف العمود الفقري لانه هنا العمود الفقري مش معوض بس ده معوض ولافف دي عمليها الشقة جدا وصعبة ولازم فيها تيم طبعا بيشتغل ولهذا في الخارج واحنا بننفس كده عندنا في المركز لابد اللي بيشترك في العملية ستة اتنين جراحين مخ وعصاب عمود فقري اتنين جراحين عظام عمود فقري واثنين مساعدين عمود فقري بس ولهذا الحمد لله العملية دي بعض الناس بياخد فيها سعب نثبت كم فقرة 18 فقرة ياه من الفقرة ده بيبقى سايب نفسه خالص كده لأسف انه هو بيبقى بيهملوا موجود أشهر أنواع للعجاج أنواع وجاج مثلا جاي في الفقرات الظهرية بهذا الشكل وعجاج عكسي في فقرات القطنية عشان يعوضوا ده حاجة ربانية عشان يبقى النظر أفقي بس في الآخر هم عوجاجين فبنثبت من الفقرة أكتر الأنواع شيوعا من الفقرة الظهرية نمرأ أربعة من الفقرة القطنية أربعة يعني 18 فقرة يا ربي ده يعني 36 مصمار طيب بنركب هذه المسامير أولا ثم بتتم عملية اللفه اللي عمود فقري أو دورانه بوسط الفريق دي عملية بحتاجة فريق فريق طبعا طبعا وطبعا عشان نطمن السيدة المشاهدين أنه طوال فترة العملية في جهاز مخصوص S.S.E.P S.S.E.P أو جهاز قياس لدرجة إحساس الأعصاب أثناء العملية يعني لو قربنا من العصب يرين الجهاز يعني بقى فيه أمان من زي زمان يقول لك أصلي أنا مش هروح أعمل عملية الحسن لقدر اللي عمل لي إن شاء الله لا الموضوع ده انتهى بقى فيه أجهزة أول ما يقرب يدي ألارم يدي ألارم وقعد عليها متخصص في الأعصاب أمان أثنين طبعا مش هروح لدكتور ما بيجرب أه طبعا يعني بيقى نشوف الحالات يعني عملية دقيقة زيت يعني عارفين نروح فين طبعا لذا بيجوا فعلا المرضى اللي هو محول من قريبه أخته أخوه بتاقفة دي بتبقى سليلنا مطمئنة وفيه نقطة يعني طبعا شائعة جدا في السؤال الأمهات بتسأل طب وفي الجواز بعد كده وأخبار البنت إن طمين بيجي لنا السيدات اللي عمل زي أنا أشهد لا سواني يا دكتور ما عليش ده حضرتك مشهور يعني العالميين المصارعين والرياضيين والجودو ده إحنا بنشوفهم إحنا شوفنا تقارير المرة دي فاتت بيت ما شاء الله بعد العملية بتنطط لا 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 ودول بيعمل وكده بيعيش عايتهم طبيعي فالناس بتخاف طب يا تارى إزاي حسبت 18 فقرة وأتحرك الحركة الرئيسية زي بتاعة الموت فقري اللي الميل دي ما بتحصلش من عمود فقري خون بتحصل من الحوض فإذا بيتحركوا ومن أشهرهم حالة عنا رضا بطلت كورة يد بعد العملية كابتن فريق كورة يد في دولة عربية طبعا شقيق ليه لأن العمود فقري هو تطور الطبيعي بتاعه أنه يبقى ثابت إزا هي عملية دقيقة وكبيرة ومش أحد يعملها ولكن كل احتطاب ببقى متأخدة بالإضافة أنه احنا طبعا منستخدم جهاز الأشعة الفلوروسكبي اللي هو طول العملية احنا شايفين احنا بنعمل ايه طبعا لها شروط عشان واحد يدخل يعمل هذه العملية لازم يشوف في 20 حالة يتفرج عليهم ويساعد في 20 حالة ويساعد حد يساعده في 20 حالة وبان يبتدي يشتغل لا معلش يعني الأول يتفرج على 20 حالة الدكتور اللي بيشتغل دكتور اللي اسمح له يشتغل لا احنا بنتكلم مع حضرتك حيك يعني يعني ألافات ما شاء الله ونسب نجاح يعني احنا بنقول يعني مصرعين وناس بطولات عالمية الحمد لله بس ده خدنا عن أساساتنا انه ما مش هي مسألة ايه انه هات اي حد يعمل عمليه لا طبعا مش مسألة تركيب مسامير يعني دي قصر الموضوع كبير طبعا العمود الفقري هو يعني هو العمود فقري العمود بتاع هو زي عمود البيت لو ما فيش عمود البيت بالزبط طبعا طب لو عايزين نسأل عن الوسائل اللي هي القياس يعني انا ما عايز عارف دوقتي وسائل القياس الامحناء تمام بتبقى عبارة عن ايه بمنتهت بساطة احنا بنعمل أشاعة في وضع لقوف طبعا في حاجة اسمه سكوليوز سيرفي اللي هو بيعمل مجموعة كاملة العمود فقري في وضع لقوف زي كده يا دكتور زي المنظر ده ده ما يبين فيه العمود فقري ميل في الاتجاه طبعا فيه ستة اوضاع بنعملهم وضع لقوف أمامي وضع جانبي مع التاني والفرد مع ميل يمين ويسار لانه ده بيبين مدى دي كلها اشاعة يعني اوضاع مختلفة بنعمل اشاعة في كل وضع فيهم بزرق دي الاشاعة العادية حال ثم اشاعة تصوير بالرانين المغناطيسي لان ده مش اشاعة وده برضو حالة شديدة وبين فيه واضحة جدا اه الحدب اللي هو بسبب الريبس او الدلوع تقاربت من بعضها برضو وبين الحوض ووضعه مش سليم والكتف واحد نازل عن التاني صح اذا الطريقة الاولى بعد الاشاعة دي بنجيب جهاز بسيء جدا اسمه الجونيومتر اللي هو الجهاز القياس بنقيس الزوايا اي حد بيقدر يقسها بيتعلمها دي طريقة فيه حاجة تانية اسمها سباين ماوس دي بقى زي الماوس ده من احدث الحاجات بيمشي على العمود الفقري بيرسم صورته على الكمبيوتر ويطلع الزوايا يعني ده برضو من الوسائل طب هو انا بعادي على كل الوسائل دي ولا كل الشخص كل واحد يعني مش كله بيشتغل من السباين ماوس لان الاسهل ياس الزوايا طبعا نخلي حد ياسهل وحد تاني ياسهل عشان يبقى الاطمئنان على انه زوايا مظبوطة وما نعملش عملية ملهاش لازمة وطم نحرك رغم انه قلنا الامهات بيبقوا خايفين جدا على القصة دي اول حد بيوافق على اجراء العملية من المريض طبعا المريضة فورا لان الحالة النفسية غير القلم بالظبط الحالة النفسية انه انا بقى ماشية بالظبط ليه ماهو ماهو فيه طب وفيه دكاترة يعني انت بتدخل وقلبك مرتاح ومتطمت بالظبط انا عارف انا رايح لمين وعمل سرش عليه دكتور بقى له سنين عاملات لأكمان في نجاح احنا عاملين حاجة يعني حرج برضو قلتها الكويسة انه سامع او شايف احنا عاملين نوادي للمرض يعني نادي مرضى جراحة الاسكوليوز بيتصلوا ببعض واخبركوا ايه وبتعملوا ايه التمرينات وبتقفى بيبقى بيدي بيساعدوا بعضهم بيساعدوا وشجعوا بعضهم وبيعضوا امل برضو انا لو لقيت حد عامل العملية دي وبتكلم معي وبشوفه لو بكرة ممكن يعني بقى كوي اه طبعا يعني مفيش اي كلام من الاشهر يا دكتور يعني حضراتك طبعا الالفات من الناس ما شاء الله بيجيلك مين عرضة اكتر يعني او الفترة دي مين اكتر الشباب الناس الكبيرة هو اشهر نوع هو الايديوباتيك هو اللي غير معلوم السبب اه مرة واحدة كده ده انه هو غير معلوم السبب ويبدأ في السن اللي قلت حكي عليه عشر احداشر وممكن قبل كده النوع التاني اللي بقى شائع جدا اللي هو السني او الاجينج او بنسميه الديجرنتف اللي هو بيحصل فيه الغذيف تبدأ تجف في كذا فقرة والفقرات انضغطت زي ما قلنا في الفقرة في الحلقة السابقة فحصل انحناء جانبي لعمود فقري ده بيبقى مشكلته مركبة شوية لان فيه فقرات مكسورة او فقرات مضغوطة وفيه انزلاخات وضروفية وهشاشة عظام وعوجات جانبي دي من قصعب الحالات بتبقى بس يعني بنقول للمريض ما لكش حل تاني لانه دخلنا في مرحلة بقى عدم تحكم في الرجلين او عدم تحكم في البول يعني مرحلة ما تسكيتش عليها وللأسف كتير منهم جدا طبعا بيخافوا وده حقهم انما لما يعرف ايه المشكلة اللي ممكن تحصله انه ده وده مبنى وشكله كده يقول لي لا ده مبنى ده حيقع طب ايه حلو يقول لي اللي انت هتشوف الحقيقة بيقتنعوا فإذا ده النوع التاني الشهير ودول أكثر والأحسن في أي نوع ان انا اجري بسرعة الحق نفس الزاوية بما ان الموضوع الموضوع هيزيد يا جماعة ما فيش حاجة يعني طبعا فيه معكزات من ربنا سبحانه وتعالى ولكن الطب والعلم ما هو برضو لربنا ادهن بالزبط ده برضو يعني حاجات خير ربنا بيبعتها بالزبط هنا عاديين نشوف حالات نجاح بقى هنشوف أصور جميلة يعني عاديين نشوف حالات نجاح دلوقتي معينا خلينا نتطمن على وقت العملية طبعا العادي وده مش بقوله يعني ضد أي حد لا ما شاء الله أحكي اه انه العادي انه طويلة جدا لو واحد بيشتغلوا احدهم اه او مع مساعد الحمد لله نظام اللي نعمله حكي عارفة انه فريق متكامل اه طبعا وده مهم جدا لسبب انه بيجينا بعض الأحيان حتى من أماكن يعني برا حتى مصري نستعرب ازاي الجراح وقف عند الخطوة دي ما كملتش لانه مجهدة عملية مجهدة احنا بنخرج ظهرينا عندنا سكوليوس معين هاي بتقول فيه اتنين جراحة اتنين جراحة عمود فقري أصلهم جراحة مخوصة عصاب اتنين جراحة عمود فقري أعظام واثنين مساعدين طيب يعني فريق كامل عشان العملية تطلع كمان على أكمل وجه معانا دي كانت حالة يا جماعة يعني دي أشاعة للدكتور يعني الحالة دي عاملة عملية طبعا بالزبط دي صورة وهنشوف ثلاثة وثلاثين درجة اهو الانحناء اهو مثلا احنا شايفين ده في السن الصغير اه في السن الصغير بقى لو فيه واحدة مثلا ان الدكتور كان عندها العيب الخلط اللي هي رجل ورجل وقصص دي اهو دي حالة مهمة جدا اه دي زاوية فوق الخمسة وستين درجة وده في الصورة التانية حضرتك العمل العملية دي اهو اهو ما شاء الله بصوا جماعة مشاهدة اناحية التانية مستقيم الضهر تماما دي عملية من العملية اللي هي يعني اعصابنا تشدد فيها كلنا اللي بنشتغل لانه اهنا مشتغل فعلا جنب الحبل الشوكي وفيه ناس بنقول لهم قبل العملية خدوا بالكم ما نطمعشي في التصليح زيانة على لزوم لانا ممكن ندور العصر طبعا دي برضو حالة ثلثة الصحة بيتعمل بس انا شايفة الحالات ما شاء الله لا هو العمود الفقرين رجع كما كان تماما طب ايه الخبر كويس بقى في حالة زي دي المريض بيقوم امتى يتحرك يوم العملية لا او الله ماشاء الله يوم العملية بيتحرك ماشاء الله يعني انا ممكن اعمل تصليح يعني من حناء العمود الفقري اه نفس اليوم ده مش بس كده بيروح تانيوم البيت لا هنحسد حضراتك يا دكتور كير يعني الحقيقة كل من بيقوم من جراء حي لا ما هو اللي على العملية صحنا هتحرك او ممتوض لكل من بيقوم بهذه العمالية فيه ما شاء الله مصر فيها اطباء اهلا شوفنا حالات كتير قوي نجاح بس كان نفسيا الوقت قصلا يا فقرة طويل بس الوقت مع الدكتور عايز انا معانا بتاع 27 حلقة بس نكمله فورة تاني والسفر اللي عمل فيه تريننج قوي جدا عشان يوصل للنجاح يعني مش هكبرك بس على مدار سنين نجاح وتميز دايما يا رب بخير ودايما منورنا نشكر أستاذ دكتور محمد إبراهيم رشيد وأستاذ جراحة العمود الفقري بكلية الطب جماعة عين شمس دكتورة جراحة العمود الفقري جماعة فيينا النمسا رئيس أكادمية ومراكز يترس لأبحاث وعلاج وجراحات العمود الفقري وانا كمان بشكركم ومشوفكم على خير إن شاء الله شكرا